شظف العيش وترد الأحوال المعيشية أوضاع صعبة لا تزال تلقي بظلالها على الكثير من الحواضر الليبية لكن ثراء الطبيعة الغنية بالثروات النباتية أتاح الفرصة لذوي الحرف لمزولة أنشطتهم طلبا للرزق في مواجهة ترد الأحوال داخل إحدى القاعات الدراسية الملحقة بمدرسة مهجورة في مدينة تورغاء الواقعة على بعد 240 كم شرق ترابلس تفترش حليم الأرض لتصنع من أوراق النخيل المجفف عشرات السلال والأطباق والحقائب تنسجها وتزينها قبل أن تبيعها للمواطنين هذه الحرفة تعود إلى أجدادنا نأمل ما دلنا أحياء أن نعلمها لأحفادنا وهي توفر مدخولا كافيا وبالتالي لا نحتاج إلى مساعدة أحد في المستقبل وتعد حرفة صناعة السلال من أعرق الحرف التي تتميز بها ليبيا وخصوصا مدينة تورغاء نظرا إلى شهراتها بزراعة النخيل التي تعين السكان على قضاء احتياجاتهم اليومية لمواجهة الأعباء الاقتصادية في بلد غني مزقته الانقسامات وبادرت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع منظمات محلية نهاية العام الماضي إلى تأهيل العشرات من نساء تورغاء لصناعة السعفيات عبر إقامة ورش عمل متخصصة وتعد تورغاء من أشهر المدن التي لا تزال تحفظ على هذه الحرفة التقليدية وتمتاز منتجاتها بجوداته العالية وكونها تتوافر في معظم مدن البلاد يعني نحن نشوفه في الحصيرة كانت مفاعة من مصر يعني تختلف الصناعة متاحها وحتى المواد تختلف وتنافس المنسوجات التي يتم تجهيزها في تورغاء تلك المستوردة من الخارج إقليميا وعالميا وتعلو الأصوات المطالبة بفتح باب تصديرها والإفادة من قطاع الحرف اليدوية ومن الأوراق التي توفرها أشجار النخيل التي تزخر بها الطبيعة في ليبيا